رملت يا أختي وكحاليتي في هذا الصيف اليوم سنشارك معك من أروع الوصفات لعبارة عن تبريمو ماسك تبييد، تفتيح، إزالة السود، إزالة تسبغات، إزالة أثار حروق الشمس، إزالة الحبوب وإزالة أثار الحبوب 20 في 1 يا لبنات تبريمو ماسك من أروع مكاين للتبييد جميع المناطق الوجهة ليدين الجسم وها هي النتيجة قدم عينيكم شوفوا ما شاء الله هي البنات من أول استعمال ستعطيكم تفتيح للبشرة 10 درجات تخليكم معي إن شاء الله حتى الأخرد الفيديو سلام الغاليات على قلبي شخبركم لبس عليكم كانتنا إن شاء الله تكونوا بي خميرين وعلى خير إن شاء الله لك تشوف الفيديو ديالي لأول مرة ديري لاختك واحد لايك، ديك البصمة اللي كانت تحتمل الفيديو واشتركي في القناة وفعلي الجرس باش أي فيديو إن شاء الله تحط في القناة وصلك أنت اللولا، ندو كلامنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أله وأصحابي أجمعي أول مكون إن شاء الله غادي نحتاجه غادي نحتاجه الجبل المثلث أو المربع اللي بغيتي، اللي عندك فضة أنا كنفضل بالنسبة لنوعية ديال البشرة ديالي غادي نفضل جبل المربع لأنه ما عنديش حساسية منه وأنتم ما تختاروا اللي بغيته من بعد إن شاء الله غادي نحتاج الزعفران الحر فهو اختياري كيف ما قلت لكم اختياري بغيت يديريه مرحبا ما بغيت يش ديريه ممكن أنا كي تستغني عليه ومشاء الله كعته واحد دور كبير تبييض وتفتيح للبشرة إزالة البقع وأنتم معرفين يا الناس أنا أي تبري ما كان شاركه معاكم أو ماسكة القوني ضروري كندخل فيها الزعفران لأنه ما كان استغناش علي في الماسكات ديالي من بعد غادي نزيد إن شاء الله واحد المعلقة كبيرة من حليب محلة حليب محلة Mode ما ما عندي تونك الحليب محلة ممكن أن اكتم تعوض remark قديل القشدة الضارية أو الحليب وسوف نخلط إن شاء الله المكونات سوف نصحسن وننتج tummy والدول أي صحب مضيخ الفرمازو الشميل معي و يمكن أن تنجح مشاء الله الشيط تبرينات المراكل من الأول لنخر من بعد غادي نزيد والدول س LINSHAHALLAH ممكن تسفر بيدنا بلدية أو صفر بيضي العادية فالتبريما البلس هديتها لكم من القلب تبريما اوماس ما شاء الله ستحايد لكم السود ديال الشمس ما شاء الله وعلى جميع المشاكل اللي عندك في البشرة واحد المكونات اللي رهيبة من بعد سنزيد ان شاء الله جوج معالق اللي ستكون كبيرا من الياغورت الطبيعي الي هو دارو المسوس ما عندكم دارو المسوس ممكن انكم تعودوه بالرأيب سوف نخلط المكونات من اللیکن تو حق وبسنا ثم ازيد معالقة كبيرة الحليب بودرة سوف يخدرك ضرب المكونات للحقاء سوف نعرف التبريما الأصلية حين phenomen نكمل unoك عرب يدير بزر. اذا غادي ناخد كيف موقت لكم معلقة من حليب بودرة. من بعد غادي نزيد معلقة صغيرة معلقة صغيرة من الكوركم. ويكون الكوركم اللي خاص بالماسكات يعني كوركم اللي طحناه بالدك. ما شي غا تاخدي من عند العطار مطحون وغادي تجيبي. إلا كنتي طحناه لي الدكرة غادي تديري خاص للماسكات. غادي تستعمليه في الوجه ديالك في اي ملتاقة. من بعد غادي نجيب ان شاء الله نبات العرعار. العرعار راه ما شاء الله. ما شاء الله. للجسم. للشعر. للوجه. للبشرة. اي شغا نقول لكم. شي حاجة اللي واو واو. انا ما كان استغناش عليه نهائيا في الماسكات. انظر. تنظر. إلا ما لقيت مكين ما يدار عندي شي ماسك في الدار وهذا. كناخد العرعار. كنديره مع مع دانون مسوس. كنخلط واحد معلقة دانون مسوس. كنديره لوجه ديالي. راه واحدة طبيدة البنت اللي غادي تحصل عليه بعد هالتبريمة هادي. راه ما شاء الله. ما شاء الله. غادي ناخد ان شاء الله العرعار. غادي جيبيه من عند العطار. هادي المكونات كلها لبنات موجودة. ها جيبيه من عند العطار. وغادي تطحنيه على يدي. غادي تطحنيه. وغادي تغرب لي. راه واحدة رائحة. ما شاء الله. كتفتح النفس. هر انا تنخلط في التبريمة. وبغا غير يمتنسى لها ونطبقها. راه واحدة رائعة رائعة على البنات. وجربوها البنات. واجي وردوا علي الخبار. صفي. غادي نجح معاكم ان شاء الله. خلطوا المكونات. سيولي عندكم القوام كريمي. من بعد ان شاء الله. غادي تغسلي البشرة ديالك. وتغسلي اليدين. وتغسلي اي منطقة بويسي تطبقي لها ان شاء الله هاد التبريمة هادي. ان شاء الله. آآ غادي نطبقها لوجه ديالك. كيف ما كتشوفوا. غادي ندير واحد طبقة اللي غادي تكون شوية ساميكة. لانه غادي نوريكم واحد طريقة اللي رائعة 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 لجمعية نتيجة اللي طوب طوب طوب. غادي تغسلي طبقة ساميكة للوجه ديالك اي منطقة. خاصة البنات اللي عندهم الحبوب. فبهد تبريمة هادرة غادي ينشف لك الحبوب اللي عندك في البشرة ديالك غادي ينشف. وما شاء الله يا لبنات إلاج جميع المشاكل واعرة واعرة. شوفي عندك المكونات نوضي اختي وجديها دابة. وخلطي لي المكونات ونوضي ديختي ديريها. مات اكزيش اليها راه واعرة بزاف بزاف بزاف. سافي بات طريقة. هادي نطبق لوجه ديالي وكذلك العنق. العنق لبنات انتا كنسالي التصوير. حتى كنكمل المونتاج ودك شي عاد كننوض نجمع شعري وكن حيد هادو توانك. وكان قاعد دختي العنق ديالي ودك شي لانه ما يمكنش اي وصفه ك نديرها لوجه ديالي كنديرها العنق ديالي باش كيتوحد لي اللون ديال البشرة ديالي. لانوكينو بزاف ديال ابنات كيديروا لوجه ديال ومتخلوا لعنق ديالهم كيولي اللوجه بيض والعنق موحدش فيه اللون. سافي من بعد غادي نطبقها ان شاء الله في اليدين ديالي بها الطريقة. بنسبة اليدين غادي ننووح تباقة اللي ساميكة ونحركها مزيان في المرافق في اي سوف ندخلها في الرجلين ثم سوف ندخل حركات دائرية ونحاول ان ندخل الماسك جيدا في البشرة ونحي دكشي لكي يكون الفوق ونسبل يدين حتى نشوف على خطر خطرها ونسبل دبار الصيف والحرارة ونسبل قريبا 15 دقيقة أو 20 دقيقة سوف نشوف معك من بعد سوف نبرمختي مزيان سوف نرى ما شاء الله سوف نبرمد كل لون سوف نقول لكم تبريمة ديال القلب سهلة سوف نعطيكم واحدة ترطيب في البشرة لكم سوف نرطب نهائيا لبشرة لان ما شاء الله سوف نعطيك واحدة ترطيب واحدة تفتيح واحدة الرائحة للرائعة خاصة إلى دومتها تلتيام متتالية تلتيام متتالية سوف ندخلها ان شاء الله من بعد الماسكات التي نشارك معكم والبنات الصابونية او الماسكات التي ندير الجسم ديالنا كامل فانا شاركت معكم بزاف وسوف نشارك معكم ان شاء الله سوف ندخل المراهة تبريمة تلتيام متتالية ايضا عبدا و اعجي و اردي لي اختي و اجي عندي هنا لكم ان ترطيب و اردي لي ارام ماشاء الله و شي حاجة ديال الفخامة شوفوا ماشاء الله غاديت حسي بالبشرة ديالك تصفت غاديت حسي بالعبود ديالك تبدلت فيها شي حاجة سوف من بعد من بعد الوجه ديالي سوف نقوم بنفس الطريقة من بعد سوف نغسل الوجه ديالي بالمال سوف يكون دافئ من بعد المبارد سوف تشاهدون هذه النتيجة الوجيه تفتح تنقم دوك الشوائب تحسي بواحد الراحة لنفسي الرائعة لأنه الرائعة تفتح من نفسه وصفة الابنات نصل الى اخر مرحلة ما سخت بكم سوف نقول لكم دوموا الابنات على هذه الوصفات ثلاثة ايام متتالية وانا كنت انكم هنا في الكومنتر ونقول لكم وصلنا الاخر مرحلة ونقول لكم ان شاء الله في الفيديو الجاي بإذن الله